الفيديو ده فيديو سابق عن كيف ننظف عقلنا الباطن من الأشياء السلبية وكنا ذكرنا في الفيديو الفات أول حاجة نجيب نكتب كل الحاجات اللي احنا عايزينها نتخيلها رقم اثنين بعدين نختلق أو نبتكر كلمات إيجابية دائما نقولها زي أنا ناجح أنا عندي وظيفة أنا أنا بالحاضر بالفعل الحاضر وكأنها موجودة عندك الرابع حاجة إنه تخيل الحاجة عندك مية بالمية كأنها موجودة يعني وانت بتتكلم عنها كأنها موجودة في حياتك يعني حاولي أضرب لكم مثلا مثلا زمان أنا كنت عادية كنت مدرسة ورات بسيط يعني فكانت الناس تشوفني أصحابي حتى لما نلعب اللعبة نفسية سيكوليجية كنا نلعب اللعبة سيكوليجية إن شاء الله نعمل فيديو على اللعبة السيكوليجية كانوا دائما يقولولي أول صفة فيك إنك غنية يعني وأنا مكنتش غنية أبدا يعني كنت قلت غلبانة يعني تقريبا بس أنا كنت بقول إيه؟ بقولولي غنية أقولهم طول الحمد لله كتير فدايما من فيش ده مع عمري ماقولهم لا أمري ما عنديش يا حزرة لا 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 ماقولش كده هم شافيني غنية وأنا عايشة دور عرفتوا؟ لا أكي أنا غنية الحمد لله أنا عندي وأنا حاسة فعلا إن أنا غنية يعني غنية بأشياء كتيرة ده عضو من أعضاء جسمي لو بعتوا هيجيب ملايين فأنا مليانة حاجات عندي حاجات كتير ربنا بديها لي حتى لو مش معايا فلوس غنية بأشياء جميلة جوة في أعضائي في عقلي في طريق تفكيري إلى آخرهم فإحنا كلنا أغنياء محدش فقير محدش يقول أنا فقير عرفتوا؟ بعدين بعد رقم أربعة أو خمسة خمسة تكرار نكرر ده لمدة خمس دقايق كل يوم نكرر إيه الأهداف والأشياء كل يوم نقعد خمس دقايق من وقتنا ناخده نشوف الفيديو اللي احنا عاملينه دماغنا عن حياتنا وإزاي حياتنا حتكون كويسة وفيها الأشياء اللي احنا عايزينها ما تتكلمش على الأشياء اللي مش عايزها تكلم على الأشياء اللي انت عايزها واللي عايزها تظهر في حياتك بعدين التكرار كرر 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 شايفين دم زمان كانوا بيقولون نخوض حفظ جدول الدارب مثلا ونقعد ننسخ 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 في لغة نحفظه في لغة لما نيجي عند الامتح او المدرس يقول لي اقرأ او قول جدول اللي مش عارف خمسة ولا اتنين ولا تلات على حفظها قرجة مية هاي هي الحياة نكرر الحاجات هتيجي نكرر الحاجات انت بص لو انت في شغلك لسه جديد بعد كام سنة هتلاقي نفسك الحاجات اللي كنت شايفها صعبة ودمها تقيل ومش عارف تعملها هتلاقيها بتعملها وانت مغمت عارفت لانها اصبحت عادات جوا دماغك معمولة بس برمجة برمجة احنا بنبربج دماغنا لجاي تكون او تعطينا الافضل وهذا ما نريده لا نتحدث عن الاشياء التي لا نريدها نتحدث عن الاشياء التي نريدها في حياتنا مساكم